قد تجتمع المتناقضات في خطاب طرف حديث العهد بالسياسة كما هي الأحزاب في العراق وقد تأول الأمور إلى حكم يفرض بالقوة كما هو الحال مع الدكتاتوريات في العالم لكن أن تتورط في الأمر جهة تدعي الاستقلال والوقوف مع الشعوب والديمقراطية هنا يستدعى السؤال الإشكالي عن حقيقة المبادئ ومصداقية الأفعال جينيني بلاسخارت رئيسة البعثة الأممية في العراق تظهر وكأنها تسابق الزمن وهي تثقف للانتخابات التشريعية المقبلة مرة تحث على المشاركة القوية والفعالة وأخرى تنقم على من يرفض الانتخابات خيارهم وكأنها موظفة حكومية لا مسؤولة أممية معنية بكشف الحقائق والوقوف بمسافة واحدة من جميع الأطراف تحدثت بلاسخارت شبهة متوعدة بأن تختلف هذه الانتخابات عن سابقاتها وتلك من المحال بمكان أن يدركها جميع العراقيين حتى المرشح للانتخابات نفسه فأي تغيير قد يطرع على المشهد السياسي طالما أن الوجوه ذاتها هي التي تدير العملية السياسية وتشرف على الانتخابات وهناك من يتساءل كيف يمكن الانتخابات أن تنجح ليس في ظل الفوضى التي يعيشها العراق فقط بل في ظل مخالفات باتت علنية لقانون الانتخاب كشراء أصوات الناخبين الأمر الذي أدانته بلاسخارت فهل سيضمن نزاهة الانتخابات من عجزة عن ضبط الدعاية الانتخابية؟ سؤال استبقت بلاسخارت الإجابة عليه عندما نأت بالأمم المتحدة عن مسؤولية الإشراف على الانتخابات واكتفت بالقول إن الدور الأممي رقابي فقط وهذا يصطدم مباشرة مع دعوتها للمشاركة في الانتخابات وتبني مواقف شركاء العملية السياسية ليست المرة الأولى التي تكون فيها مبعوثة يونامي في صف الأحزاب فقد سبق أن اتهمت بالتواطئ مع الأحزاب والميليشيات التي قتلت المتظاهرين ودعم هذا الاتهام بلقائها مع القيادي في ميليشيا الحشد أبو فادك فكيف لمن يدعي تبني مطالب متظاهرين أن يعاند جمهور الثورة الرافض لانتخابات إلا إذا كانت المبادئ قابلة للتأويل والإحمال